السلام عليكم شابي بازينا ان شاء الله كام تكونوا بخير وان شاء الله كام تكونوا على خير اليوم راح ندخل حصة رقم 19 من سلسلة الحصة القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية في هذه الحصة سوف نتطرق الى مؤجلة تماثلية باستخدام خلية RC فهذه المؤجلة راح نجزوها باستخدام مقارن تماثلي جماعة زينا اللي حبي شاهد مؤجلة رقمية يروح للفيديوهات الحصة رقم 15 16 و 17 وكذلك درسنا مؤجلة تماثلية باستخدام NO555 اللي حبي شاهدها يروح يشوف الحصة رقم 18 اليوم راح نكمل مؤجلة تماثلية باستخدام مقارن تماثلي فاصل ثم نواصل جماعة زينا درس المؤجلة تماثلية باستخدام مقارن تماثلي راح نقسم هاكم خمس أجزاء الجزء الأول راح نعطيكم مبدع عمل مؤجلة تماثولية ورح نعطيكم الدلو المثقوب هذا المثال راح يساعدكم في الفهم السريع للمؤجلة تماثولية وفي نفس الوقت راح ينتفهموا المقارن تماثلي وبإذن الله ما كمش حزيدوا تنسوا المؤجلة تماثولية أما في مثال الثنين راح نعطيكم مؤجلة تماثولية باستخدام مقارن تماثولي ونحن نعطيكم بطريقة كيف نخرج الزمن تأجيل وطريقة كيف نحسبه مثلا سعة المكثفة C, R3, P إلى آخرين وفي النهاية وش راح نعطيكم دور كل العناصر مثلا X11 ووظيفتها مقاومة المنتقى P ووظيفتها R3, C, X12, R2, R1, R4, العجلة ديون إلى آخرين يعني نحن نجاوبكم على كل شيء بالتفصيل أما في الشكل الثالث راح نعطيكم نفس التركيب إنما في تغييرات هنا في هذا التركيب وشكاين جهد المرجعي مثل ذون إيزينا ونحن نعطيكم بطريقة كيف نخرج الزمن تأجيل ونحن نجاوبكم على كل أسئلة والمثال لرقم 4 أو لشكل 4 راح نعطيكم هذا التركيب إنما الجهد المرجعي في R3 و R4 على التساسل وفي نهاية المثال جماعة راح نعطيكم بطريقة كيف نكمل المخططات الزمنية كيف نكمل مخطط زمني لتوتر بين طرفي المكثفة والي وتوتر متغير وكيف نكمل توتر المخرج للمقارن التماثلي وهنا جماعة كيف تشاهدوا الخمش الأزاء بإذن الله المؤجلة المثال راح تقول لكم بسبوسة حتى تجاوبوا عليك كل أسئلة بكل بساطة هيا جماعة زينا نبدأوا بأول مثال لدينا دلو فارق في حالة رحاء هذا الدلو سنحدث به ثقبا عن طريق سكين حاد بهذا الشكل كما كنت لاحظوا ارتفاع الثقب سيكون ثابت غير متغير مع أن تسميه ارتفاع مرجع هذا الدلو يجب أن يكون شفاف لماذا لكي نلاحظ ارتفاع منسوب المياه الموجود داخلي ثم بعدها نحضر دلو آخر مملؤ بالماء ونقوم بعملية الملأ بهذا الشكل جماعة زينا لكم نسألكم سؤال ونقول لكم وش لاحظتوا في هذا التركيب متأكد راح ينجاوبوني بكل بساطة راح ينقول لي يا أستاذ هذا التركيب يحتوي على الجزئين أساسيا الجزء الأول هو ارتفاع الثقب المرجع معناته ارتفاع الثقب ثابت غير متغير والجزء الثاني هو ارتفاع المنسوب المياه كما كنت لاحظوا كل ما يزيد النملة كل ما يزيد يرتفع المنسوب المياه والملاحظة الثانية جماعة ستركزوا لي عليها وش راح تقول لي يا أستاذ في الحالة التراحة دلو فارق وهنا الثقب غير ممارن الماء عند بداية الملء يبدأ يرتفع منسوب المياه تدريجيا وعندما يصل إلى ارتفاع الثقب المرجعي يصبح الثقب في حالة تمرير الماء وهذا التركيب جماعة لمنح يشبه راح يشبه المؤجلة تماثلية باستخدام مقارن تماثلي إذن هذا التركيب كيف يمشي في الحالة الابتدائية دلو كان فارق وهنا ثقب مراش الماء لأنه دلو فارق وعند ملء الدلو يبدأ يرتفع منسوب المياه تدريجيا وهنا ثقب مي مراش الماء واكتهي مرار الماء حتى يوصل ارتفاع الماء للارتفاع ثقب المرجعي مجرد أنه يساوي الارتفاع الماء لارتفاع الثقب المرجعي هنا الثقب هو يخرج الماء ويصبح في حالة التمرير جماعة زينا هذا التركيب لمنح يشبه المؤجلة تماثلية باستخدام مقارن تماثلي هيا نجيبوه للارتفاع هذه كما كنت لاحظوا هذا مقارن تماثلي وشاحدي سيقارن ما بين جهد المرجعي VR2 مع جهد المكاثفة المتغي جماعة لك زمعين ليه إذا ارتفاع الثقب كما كنت لاحظوا ارتفاع الثقب ويسميه ارتفاع مرجعي ثابت وش يقابله هنا في الدارة الكهربائية يقابلها هذا الجهد المرجعي اللي يعبر عليه V- وV- هو نفسه VR2 إذا المقارن كي يعطي لك مقارن تماثل ديمة يميد لك جهد مرجعي وجهد متغيب كما كنت لاحظوا هنا V- هو جهد مرجعي كيف عرفته جهد مرجعي لأنه هذا الجسد في R2 و R3 وهذه مقاومات ثابتة كي تحسب الجهد تليها ديمة جهد ثابت غير متغيب ثاني حاجة جماعة ارتفاع المنصوب بالمية هو ارتفاع متغيب كل ما يزيد تملة كل ما يزيد يتغير ارتفاع منصوب الميسة هنا وهو شيء يقابلها جماعة يا قابلها المكثف اذا المكثف في حالة الامتداء لو كنت تشحن هذا تكون زيرو فوت لو كان يخلق الملمس X11 حال تبدأ تشحن متزايدة اذا نقول Glory V- وهذا يكون يعبر عليه يعبر عليه جهد المكثفة وتوتر بين طرفي المكثفة هو توتر متغير اذا هو توتر له في هذه الحالة ارتفاع الماء متغير الفياد يكافؤ هنا يكافؤ توتر بين طرفين المكثيفة. لانه توطر متغيع. اما الثقب. اما الثقب هو المخرج يخرج للماء. ولا ليس يخرج للماء. اذا هنا الثقب اش نسميه المخرج. اما انا في التركيب الكهربائي المقارن هنا تماثل مخرج التأويش هو اللي هو في سورتي. اذا في سورتي ق KiD Cuに في سي 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 ويتوهج المسباح. والله يمد لي زي رو فولت. كما الثقب يخرج للماء معانتها واحد منطقي. ما يخرج لش الماء معانتها صفار منطقي. اذا إذن الثقب ومثل إذا ما خرج في صورتي بنسبة المقارن تماثلي. جماعة زيناء كي يعد لك هذا التركيب أول حاجة تخمم فيها لازم تحسب توتر مرجع ومبعدها خرج عبارة التأجيل. سؤال أستاذ كيف نحسب توتر مرجع؟ طريقة بسيطة جدا. نغزم عمليح جماعة في هذا التركيب. نحن دي الروم وحاكي. إذا جماعة الطيار في حالة ابتدائية يمشي يجي من مصدر جود في سي سي ومر عبر اير ثلاثة. وبعدك يوصل النقطة هذي وش يلقى؟ يلقى طريقين طريق الأول هو مدخل عكس للمقارن تماثلي وطريق ثاني اير ثنين. وكما كم تعرفوا أنه مقارن تماثلي في المدخل عكس وغير عكس يحتوي على مقاوماتين تقول ما لا النهاية. مع أنت التيار مستحيل يروح في هذا الاتجاه. إذن تيار اي ناقصه شي يسوي دي ما يسوي الصغر. وبالتالي اتجاه التيار الاستلاحي من في سي سي يروح عبر اير ثلاثة ثم اير ثنين على التسلسل. وكيعدوا مقاوماتين على التسلسل الجمع. وش تخموه؟ كيقولك احسب توتر دي ما نخموه في قاسم التوتر. أما تيام يمرش منا لماذا؟ لأنه ملمس ايكس حداش مفتوه. أستاذ كيف نحسب في ناقص طريقة بسيطة جدا. إذن في ناقص اجمع كيف يسوي؟ أول حاجة كيقولك احسب في ناقص لازم تعرف ش كون يعبر عليه. إذا وش تدير جيب قلم وابدا من نقطة هذي في ناقص وابدا أرسم خط أ أرسم حتى توصل الجيان دي. إذا وش تلاحظوا المقاومة اير ثنين اللي مر عليها الخط الأصفر. إذا نسميه المقاومة المعنية. إذا قاسم التوتر كيف نحسب التوتر به؟ إذا وش يقولي؟ يقولي مقاومة المعنية على مجموعة المقاومة الفرع. الكل في توتر التغذية. هاين جزتوا هذا الفي ناقص. إذا في ناقص اجمع ماذا يسوي؟ في ناقص يعبر عليه في اير ثنين وفي اير ثنين كيف نحسبوها؟ في اير ثنين ماذا تساوي؟ تساوي مقاومة المعنية اللي مر عليها الخ الخط الأصفر على ماذا. على مجموعة المقاومة تحت هذا الجسد يا جماعة. كده كان مقاومة في هذا الجسد كان ار ثنين و ار ثلاثة. اذا مش تساوي ار ثنين على ار ثنين زيد ار ثلاثة. الكل في ماذا? الكل في توتر مسؤول عن تقضيتهم اللي هو VCC. اذا جماعة هنا تطبق وحسب. رح يمد لك ار ثنين وح يمد لك ار ثلاثة وحسب. واذا ما مد لكش قيمة ار ثنين وار ثلاثة حيمد لهم لك دلت بعضهم قاضي يقول لك ار ثنين مرجعي روح في ناقص واكتب هنا ستة فورت. اذا جماعة هذا ستة فورت وش نسميه نسميه توتر مرجعي ثابت كما الارتفاع الثقب مرجعي. من بعد جماعة روحول في زين. اذا في الحالة الابتداء وش يساوي زيرة فورت اش كون يعبر عليه في زين. جيب خطة وبدأ ارسمها حتى توصل جيادي. تعبر عليه المكثفة. وبما انه موجود المكثفة متغير. اذا هذا جهد يسميه جهد متغير. ونسميه توتر متغير. بسبب تغير توتر بين الطرفي. المكثفة. من بعد اشباع وش لكم تلاحظوا. تلاحظوا باللي. في ناقص ستة فورت اكبر من وش من في زيد زيرو فورت. بما انه في ناقص اكبر من في زيد. في سورتي سيرو زيرو فورت. وهنا المصباح رح يكون منطفئ. اذا وقت يتوهج المصباح. يتوهج المصباح عند غلق اكس حداش. وتشحن المكثفة. ووصول توطر المكثفة الى في ناقص بيتوهج المصباح. هذا الزمن نسميه زمن التأجيلة. ركزوا معي من لحجمعها. عند غلق اكس حداش. تيا كيف يمشي? يمشي بهذا الاتجاه. وبعد يروح لبوسي المكثفة. هنا المكثفة تبدأ تشحن دالة وسية. كما هي يشحن الدالة وتشحن المكثفة. واحد فورت. اثنين فورت. ثلاثة فورت. وفي سورتي يبقى لي ما يساوي زيرو. لماذا? لانه مازال في ناقص اكبر من في زيد. اذا في سورتي وقتها يغير حالته لما جهد المكثفة يساوي في ناقص. لما جهد المتغير يساوي جهد المرجع. كما في هذا النظام. وكما يصبح هذا النظام مناقل للماء. عندما يساوي ارتفاع المنصوب المياه. يساوي ارتفاع الثقب الثابت. اذا 4 فورت. مكثفة مازال تشحن. 5 فورت. مجرد توصل 6 فورت. اجمعوا. واش راكم تلاحظوا؟ توهج المصباح. في حالة تساوي الجهد المرجعي في ناقص مع جهد المتغير في زيد. هنا في سورتي يكون في حالة تبديل ويصبح يساوي في سي سي. اذا اجمعها. وش هو الزمن تأجيل هنا في هذه الحالة. زمن تأجيل هو هو الزمن لازم للشحن المكثفة من 0 فورت إلى غاية توتر مرجعية. بشاط عند ضغط على X11. اذا هنا نكتبه. اذا زمن تأجيل ما هو. هو زمن لازم للشحن المكثفة من واش من 0 فورت إلى توتر مرجعي في ناقص للجناس بشاط وش هو عند الإذن. يكون يقومني بإذن تأجيل الى X11 الى غلق X11. غلق مللاس الاذن. هنا يوش نقوله زمن تأجيل ماذا يساوي جمعه؟ زمن تأجيل هو زمن لازم لشحن المكثفة من زيرو فورت الى غاية الجهد المرجع. وجهد المرجعي هذا جماعة قادرين يخدموه لكم بجسر مقاومة ثابتة ولا قادرين يخدموه لكم بثنائي زينة استقطاب عكسي يكون على توازيم عادي ناقص. هنا جماعة زينة ان شاء الله وصلتكم فكرة وفهمتوا النظام هذا كيف يخدم. هيا روحوا للجزء الثاني. الجزء الثاني اعطيتكم هذا التركيب. هذا التركيب جماعة كي يعطيكم هذا التركيب. واش هي الاسئلة قادر يسألها لكم? قادر يقول لك ما وظفت هذا التركيب. قادر يقول لك مثلا احسب مقاومة به. قادر يقول لك احسب اي ثلاثة. قادر يقول لك احسب سيعات المكثفة الى اخرى. قبل ما تبدأ تحسب لازم تكون عندك استراتيجية منظمة بها يكون فكرة تاعك منظف. هذه الاستراتيجية يجمعها واش فيها? فيها ربع خطوات. واش يقول لك? كي يعطي لكم اي تركيب. لازم اول حاجة تعرف معرفة دور التركيب. بما انه هذا التركيب مؤجلة روحوا الخطوة الثانية. خطوة ثانية استخرج عبارة تركيب. بما انه هذا التركيب مؤجلة خرجوا عبارة زمن التأجيل. بعد ما تخرج عبارة زمن التأجيل ثلاثة استخرج عبارة المجهول. واش هي عبارة المجهول? اذا طلب كتخرج عبارة زمن التأجيل شوف مثلا اي ثلاثة هي المجهول. طلب منك لك احسب اي ثلاثة خرج عبارة اي ثلاثة. اذا تطلب منك بخارج عبارة بهي المجهول. بعد ما تخرج عبارة المجهول خطوة رابعة وشية تطبيق العددي وعوّض بوحدة دولية. المقاومة عوّضها بالأوم، المكثف عوّضها بالفراد، الجهد عوضه بالفراد، إذا آخر. هايجمع عن طبق هذه الاستراتيجية اللي فيها ربع خطوات. هايجمع عن طبقوا الاستراتيجية اللي فيها ربع خطوات. أول خطوة هي معرفة الدور التركيب. إذا كما كنت شاهد هذا التركيب يحتوي على ملمس مكتوب عليه T. ركزه معي منه ملمس م مكتب عليه T. ويحتوي على مكثفة C. نهالي تتجمل ما اسمه في حالة طرحة T. والمغلق في حالة طرحة T. والمكثفة سموها C. اذا هنا واش نسميه مؤجلة تماثلية باستخدام خالية RC. اذا هنا واش نكتب هذا واش هو تركيب مؤجلة تماثل باستخدام خالية RC. بالضبط باستخدام مقارن تماثل. هنا اختبقت الخطوة الاولى. اذا جماعة زيناء بعد ما عرفت تركيب اللي هو مؤجلة تماثلية. اذا خطوة ثانية واش نستخرج عبارة زمن التأجيل. اذا زمن التأجيل اجماعة ماذا يساوي? زمن التأجيل في هذا التركيب ماذا يساوي? يساوي المقاومة المكافئة اثناء الشحن فقط. لاحظنا باللي. زمن التأجيل يتعلق بالشحن فقط. ها استاذ كيف نخرج مقاومة المكافئة اثناء الشحن فقط? طريقة بسيطة جدا. اتبع مسار التياء من VCC حتى نتوصل لابوس المكثلة سمع انتها ابدأ ارسم من نخط ومشي يمشي 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 حتى توصل لابوس المكاثفة. المقاومة اللي مر عليهم هذك الخط يدخلوه في مقاومة الشحن. الكل في ماذا? الكل في ساعة المكاثفة مسؤولة عن شحن والتفرق. احنا عندي مكاثفة سي واحدة. الكل في ماذا? في الان جماعة تنصي وتحفظوا تقول لي الان ثنين و الان ثلاثة و الان اربعة. في هذه الحالة لازمنا نخرجوا قيمة متاع هذه قيمة متغيرة. اذا واشتوا تساوي الان في توتر التغذية مسؤولة عن تغذية هذه الدارة اللي هو في سي سي. على ماذا? على توتر التغذية الكل ناقص واش? تناقص توتر المرجعي. كما هنا شفنا توتر مرجعي واشي هو هو في ناقص. هو توتر ثابت غير متغير. قادرين جماعة سأني سؤال استاذ كيف نبرهنوا ونخرجوا هذه العبارة? هنا نجمعها في الحصص القصيرة. ان شاء الله في المستقبل احد تشوفوا في الحصص التفصيلية كيف نبرهنوا ونخرجوا زمن التأجيه. اذا فيديوهات هذه الفيديوهات قصيرة بتسل لك روحك وتجيب عشرين بكل بساطة. وفي ناس الوقت خاصة ليجمعها ليما بدأوش بكري كيلقوا فيديوهات هذو حي ساعدوهم بزر 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 بزر. هيا اجمع اه هنا خرجت عبارة تأجيل ندركون جسدها. اذا زل ما تأجيل ماذا يساوي? شوو شح نجيب. نجيب قلم. اذا نستطيع مقاومة المكافأة اثناء الشح فقط. نجيب قلم ونبدأ نرصم اتجاه التيار الاستراعي من ونبدأ نرصم 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 حتى نوصل لبوس المكاثفة. كمان كنت لاحظوا بي والر تلاتة مر عليهم الخط الاصفر. اذا هذو هما المقاومة المكافأة. اذا ماذا تساوي مقاومة المكافأة? بي ور تلاتة على تساوي الى المجموعة هما مباشرة. مقاومة المكافأة تساوي بي زيد ار تلاتة. جمع ار واحد ور ثين ما ما يدخلوش الحسابات. تبع مسارة يحتى توصل لبوس المكاثفة. هذي ار واحد ور ثين ما عنده مش علاقة بالمكاثفة سي. الكل في ماذا? الكل في سعة المكاثفة سي. اذا احنا عندي مكاثفة سي. الكل في ماذا? الكل في الان. جهد تغذية سماه لي. سماه لي VCC. نكتب VCC. سماه لي O نكتب O. اذا هنا سماه لي VCC. وش يساوي? الكل في VCC. على ماذا? على VCC. ناقص ماذا? ناقص توتر مرجعي. اذا كما تلاحظوا في ناقص كله كان نرسم خط نلقاه اير ثنين إذا توتر ما رجعي شكون يعبر عليه اللي هو في اير ثنين. إذا في ناقص هو نفسه في اير ثنين. من بعدها جمعك يتخرج في ناقص. روح عوضها. إذا في ناقص ميش تساوي. آآ كيف تعرف بي ناقص آآ جيب هذه النقطة وبدأ أرسمها حتى توصل جياندي. هذا الخط الأصفر مرة عبره مقاومة اير ثنين. إذا في ناقص يتعبر عليها؟ تعبر عليها في اير ثنين. وفيا ثنين يجمع كيف نحسمها ونحذبها بقاص. متواطق كما شفنا في بداية الفيديو? إذا في اير ثنين ماذا يساوي؟ يساوي اير ثنين مقاومة معنية اللي مر عليها خط الأخضر على ماذا؟ على الجسر مقاومات هذه على تسسل كان اير واحد وامع عن تعالى اير ثنين زي اير واحد. الكل في ماذا؟ الكل في في سي سي كنت تحسب قيمة التحامة مثلا لديتها 6 فولت عوض هنا 6 فولت لديتها 8 فولت عوض 8 فولت إذا هنا جمعنا خطوة ثانية من الاستراتيجية وهي استخراج عبارة زمن تأجيل من بعدها في الاستراتيجية الثالثة وشي هي؟ وشي يقول لك استخرج عبارة المجهور؟ رح سؤال وشو فش طلب منك؟ أسقل طلب منك P ولا A3 ولا C ولا T إذا في هذه الحالة جمعنا سنجاوبك على كل الأسئلة إذا نرقز معي مليح إذا ما نقوله استخرج عبارة المجهور بعد ما نخرج عبارة المجهور مثلا P ولا C ولا T وش نديره؟ نديره آخر حاجة وشي هي هي تطبيق العددي ونعوضه بوحدات دولية المقاومة نعوضهم بالأوم زمن تأجيل نعوضه بالثانية المكثلة نعوضها بالفراد والتوترات باش نعوضهم نعوضهم بالفراد إذا نجمعنا نفترضه وطلب مني أسئلة مثلا رقز معي مليح مثلا طلب مني أحسب زمن تأجيل مباش لا تخرج عبارة المجهور تخرج عبارة زمن تأجيل وعوض مباشرة P عوضها بالأوم A3 بالأوم C بالفراد والVC عوضها بالفور وVR ثاني لوتر مرجعي اللي حسبته قل يجيك سؤال واحد أخر يقول لك احصب أكبر قيمة للزمن تأجيل وكتن يقول لك احصب قيمة أكبر قيمة للزمن تأجيل يجعل مقاومة متغيرة في هذه الحالة هنا تي ماكس وش يسوي بي ماكس إذا المقاومة متغيرة عوضها بأكبر قيمة جمعنا نعوض مقاومة متغيرة يجعل مجال الضبط مثلا يقول لك الصفر المياه. اذا قال لك احسب اكبر قيمة لزمن تأجيل هنا بي عوضها بالمياه. وطبق عددية. قد يجيك سؤال احسب اقل قيمة لزمن تأجيل. كنت تعال عندك مقامة متغيرة هنا عوضها بالبي مينيمو. اذا انتي مينيمو شي يساوي يساوي بي مينيمو زي الى ثلاثة في سي الان في سي على في سي ناقص في اثني. وهنا بي مينيمو كي يعطيك مجال تحضر مثلا من الصفر مية كيلو اوم عوضها بالصفر بتلقيه اقل قيمة لزمن التأجيل. قاعدة السؤال الاخرี่ يقول لك احسب سي كما كم تلاحظوا سي هنا معامل. سي وشي يساوي? هي عبارة المجهود. سي وشي يساوي? كنا ينقلو بي زي ارثنين. ايا لان في سي سي على في سي ناقص في ناقص. كنا نقلو على الطرف الثلاثة ولقسمة. اذا سي وشي يساوي? يساوي زمن تأجيل. وكل على ماذا? على بي زي ارثنين في علان Alsoight زائد a3ة ماذا يساوي؟ يساوي زمن تأجيل على C l n v c c على v c ناقص. ومن بعدها a3ة انقلها الطرف الثاني تولي ناقص. اذا بي وش يساوي يساوي T على C l n v c c على v c ناقص v a3ة. ايه الكل هنا ركزو اجمعا. الكل ناقص a3ة. اطنس تكيب ل listing A T ناقص a3ة. اطنس يكل. يعني احسب هذا القيمة كامل كذلك قيمة تاها ناقص لها a3ة. قادر السؤال شو يقول لك يقول لك احسب a3ة بنفس الطريقة خرج P زين R3 هي الأولى ومن بعدها P انقلها الطرف الثاني تولي ناقص إذن R38 ذا يساوي T على C LN V6 على V6 ناقص VR2 كل ناقص مقاومة P ودي تطبيق عددي وهنا يا جماعة كملنا المثال الأول كما قلتهم قبل قادرت جيكم أسئلة أخرى وشيقول لكم موظفة X11 P R3C كل شيء رح نجاوبكم عليهم بالتفصيل جماعة نو كان جيك سؤال موظفة X11 هذا X11 شو وظيفته جماعة مربوط بواش بالمكثفة كيعد X11 مكثفة تكون 0 V وقتها تبدأ تشحن مكثفة حتى نتغلق X11 من هذه اللي تبدأ تشحن مكثفة وش يوافقها؟ يوافقها بداية زمن التأجيل إذن X11 وظيفتها وظيفتها إذن بالتأجيل وX11 معنتها مرحلة واحد من الأشغلها واحد وش وظيفتها إذن بالتأجيل المقامل المتغير جماعة وش وظيفتها وين تلقى مقامل متغير وش وظيفتها الضبط أو التحديل وبما أن التركيب الجماعة اللي عندي هو التأجيل معنتها الضبط الزمن التأجيل نقدر نزيده فيها يزيد زمن التأجيل وكي نقص فيها نقص زمن التأجيل المقاومة A3 جماعة ركزوا مع الملاحة جماعة كتعود مقاومات ثابتة وحدهم وش وظيفتهم تحديد زمن تأجيل لو كانش مقاومة متغير بي وكانت A3 وش وظيفتها A3 تحديد زمن تأجيل من هالي تكون مقاومة متغيرة ومعها مقاومة ثابتة إذن هذه مقاومة ثابتة عليه يزيدها بيحد أقل قيمة لزمن تأجيل لماذا؟ تخيلوا أجمع A3 مكانش وكان غير P إذن P تعوض بزيرة وزمن تأجيل ساعة الثانية أنا حاب نخدم مؤجلة زمن تأجيل تحاميها بطش تحت واحد ثانية فهذه الحالة وش نزيده؟ زيد مقاومة على تسلسل ثابتة مع مقاومة متغيرة إذن A3 ووظيفتها وظيفة تحديد أقل قيمة زمن تأجيل وإذا كانت A3 وحدها مع مقاومة ثابتة وش وظيفتها مقاومة وظيفتهم تحديد زمن تأجيل المكثفة سيجمعها ووظيفتها الشحنة والتفريق A3 ووظيفتها مربوطة بي ناقص ووظيفتها تحديد التوتر مراجعي وهنا جمعها ملاحظة هنا لازم ليجسر مقاومة على أقل زوج مقاومة لو كندير مقاومة A3 فقط هنا توتر مراجعي لو كنتحسبوه ديمة يسوي VCC على هذه الدماء على أقل تجد زوج مقاومة علىها بها توتر مراجعي يكون أكبر من 0V وأقل من VCC تماما كما احنا قلنا قلنا 6V 8V بأننا نعوضه ب 6V 8V لازم لي على أقل مقاومة ثانية إذن R2 ووظيفتها وظيفته تحديد التوتر مراجعي الثابت لV ناقص أوبي يجمع هو مذخم عملي يعمل عمل مقارن والعاصمة مقارن تماثلي وووظيفته يقارن جهد المراجعي اللي وفي ناقص VR2 مع جهد المتغير اللي وفي سي والمخرج تحكم في حالة المقحل يخليه مشبع كيعد V40 يسوي VCC يخلي مانا كيعد V40 يسوي 0V إذن ووظيفته هذا المقارن تماثلي ووظيفته تحكم في حالة المقحل المقاومة الرابعة جمعه ووظيفته بما أنه مربوطة بقاعدة المقحل ووظيفته تحديد التيار لحيمية قاعدة المقحل والإجابة أدقى جمعه وشي هو تحديد التيارة التشبه AB Saturi لازم المقاومة هذه الرابعة لازم تحقق لمتراجحة لازم AB أكبر أو يسوي AB Saturi بها يولي هذا المقحل يعمل في حالة التبديل بها يكافي قاطعة مغلقة المقحل TR هذا هو مقحل يعمل في حالة التبديل يكافي قاطعة مغلقة ولا مفتوحة وش وظيفته آ помощью مقحل جمعه وظيفته تحكم في تغذية الوشع إذا كان مانعه وشع تكون غير ممارضة إذا كان مشبابه رح يكافي قاطعة مغلقة ورح يسبب في تغذية الوشع إذن ما وش وظيفته مقحل TR؟ وظيفته تحكم في تغذية الوشع رحوا لي بعدها كما كم تلاحظوا وشعة زايد الملمس وش يسميهم؟ مورح الكهروم يناطس شوش وظيفة مورح الكهروم يناطس ووضيفته عزل دارة التحكم هذه كم نسميها دارة التحكم عن دارة الاستطاع هذا الملمس يكون مربوط دارة الاستطاع مثلا محرك أو مقاومة حرارية أو رافعة إلى آخره إذن هذا الملمس نربطه بدارة الاستطاع والوشعة ديما نربطه بوشعة دارة التحكم إذن شو وضيفة موارحة كهرومينположي عزل دارة التحكم عن دارة الاستطاع جمعا تركيب هذا لو كان خليك ما رهو intervenل أيضا ما رأى حيصره لمشكلة لاحظوا معي وشي صرى يتلف المقحل لماذا بسبب تيارات المخزنة داخل الوشعة إذن في هذه الحلقة كيف نحلو مشكلة إذن مش نرسموه نرسموه العجلة الحرى وشي العجلة حرى هي عبارة عن ديود في استقطاب عكسي على التوازي مع الوشعة وش وظيفت هذه العجلة حرى وظيفتها حماية المقحل من تيارات المخزنة داخل الوشعة هنا حلنا الإشكالية بالآن أنا أعطي تهكرش مواجدة بتشوفوه شي صرى المقحل إذن هذه يسموها عجلة حرى وظيفتها حماية المقحل من تيارات المخزنة داخل الوشعة جماعة كنا ملاحظة أخرى قادي يعطيكم ملمس على توازي مثلا يسميكم إكس 12 ويقولكم مش وظيفت إكس 12 إذن إكس 12 وظيفتهم هل يتغلق وش هي يساهم في تفرغ الآن للمكاثفة إذن انت مؤجلة بعد ما تشحن مكاثفة وزيد تستخدم مؤجلة من المرة الثانية ومرة الثانية ستلقىها بشحونة ستسبب لك مشكلة في التركيم إذن بعد ما تكمل تأجيل لازم تفرغ المكاثفة عن طريق إكس 12 كي تغلق إكس 12 هذه الشحنة تفرغ عن طريق الجياندي ويكون تفرغ الآن مهم ليش زمن تفرغ دماء على هذين ديروه تفرغ الآن بدون مقاومة إذن مش وظيفة إكس 12 وظيفته تفرغ المكاثفة رحوا لي بعد أجماعة قادي يعطي لك هذا التركيب هذا يسمي لك طابق واحد وهذا الطابق الثاني إذن طابق الأول اللي مولون بلون الأصفل يصميه طابق التحكم وطابق الثاني اللي بلون بنفسكي يصميه طابق الاستطاع إنتى تلقون محركات ولا روافع ولا تلقوا مقاومة حرارية إذن النبلون الأصفل طابق التحكم بتلون بنفسكي هو طابق الاستطاع وهنا يجمع كما لنا مثال أول إن شاء الله وصلتكم فكرة روحوا لمثال الرقم 2 بنفس الطريقة كي أعطي لك مثال الرقم 2 هذا قاد يقولك أحسب سعة المكثفة C ولا أحسب مقاومة P فهذه الحالة قبل ما تبدأ تحسب أول حاجة لازم تكون عندك استراتيجية فيها ربع خطوات أول حاجة تعرف دور التركيب ثاني حاجة استخرج عبارة تركيب ثالث حاجة استخرج عبارة المجهول وآخر حاجة تخمن فيها لي تطبيق عددي هيا نبدأ بخطوة الأولى الخطوة الأولى معرفة الدور التركيب بما أنه تركيب يحتوي على الملمس وش سمو T وبما أنه يحتوي على المكثفة تشحن وتفرق إذن هذا التركيب وش نسميه مؤجلة تماثلية باستخدام خالية RC إذن نكتب هنا مؤجلة تماثل باستخدام خالية RC بالضبط باستخدام مقارن تماثلي الخطوة الثانية استخرج عبارة تركيب بما أنه هذا التركيب مؤجلة وش نخرجه نخرجه زمن تأجيل إذا نكتبه ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط كيف أن خرجها أستاذ طريقة بسيطة اتبع مسار تيام من VCC إلى المكاثفة سيأرصم خط من VCC حتى تصل إلى المكاثفة المقاومة المرعلي هذا الخط تدخل في الحسن الكل في ماذا؟ الكل في سعة المكاثفة الكل في ماذا؟ في ألان حذير من ألان ثنين والألان ثلاثة ما تحظوش الكل في ماذا؟ الكل في توتر التغذية على ماذا؟ على توتر التغذية ناقص توتر المرجع وتوتر المرجع اللي راح تحسبوه انتوما من بعدها راح نجسد هذا القانون إذا زي ما تجي ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن وش نجيبه؟ نجيبه قلم نبدأ ونرسمه مسار الاستلاح للطيار حتى نوصله لبوس المكاثفة كما تلاحظوا مقاومة P مرع لها الخط الأصفر إما عندها داخلها في الحسن إذن وش يساوي إذا ما تجي مقاومة المتغرب P الكل في ماذا؟ في سعة المكاثفة إذن هي C في ألان جهد التغذية هنا ما تسميه؟ سميه لي VCC نكتبه الكل في VCC على VCC ناقص توتر المرجعي جمعة توتر المرجعي نروحوا القطب الناقص هذا ونبدأ ونرسمه خط حتى نوصله جيان دي تلاحظوا بالخط الأخضر مرع على ثنائزين يمكنني مثلا لتوتر المرجع اللي هو VZ مع أنت توتر مرجع جمع قادر ناخد مقاومة ثابتة ولا قادر ناخد ثنائزين استقطاب عكسي مع مقاومة A3 إذن V- هو توتر مرجع من بعدها أحسب V- إذن V- اجمعه وش يساوي؟ أعطينا ونعطينا V- هو نفسه VZ و لذلك دعنا V5.1 فولت وكان احتمال ثاني يجمعه قادر ناخد ثنائزين لتعدي لا يعطيك جهده ويعطيك رفيرانس لتعدي المرجع بZx85c5V1 في هذه الحلقة أروح في ثلاثة أرقام كما ترى ثلاثة أرقام 5V1 يعني أنت توتر مرجعي؟ والله جهد الآنية تقديد ثنائزين هو 5 فولت فاصل واحد إذا هنا VZ وش يساوي؟ يساوي 5 فاصل واحد فولت من بعد أجمعها كملنا خطوة ثانية استخراج عبارة تركيب خطوة ثانية استخراج عبارة المجهول بنفس الطريقة استخراج عبارة المجهول إذا طلب منك T عوض مباشرة إذا طلب منك B خرج عبارة المجهول بP ماذا يساوي T على C LN VCC على VC ناقص VZ إذا طلب منك C C ماذا يساوي يساوي زمن تأجيل على P LN VCC على VC ناقص VZ ومن بعدها آخر حاجة يجمعوا وشية تطبيق عددي إذن هنا طبق بالوحدات دولية من نفس الطريقة قادة يجيكم أسئلة موظفة X11 بما أنه تركيب مؤجلة X11 وظيفتها إذن بالتأجيل مقاومة متغير وش وظيفتها وظيفتها الضبط أو تعديل وبما أنه التركيب هو مؤجلة وش معنطها الضبط زمن تأجيل كل ما يزيد P يزيد زمن تأجيل وكل ما ينقص P ينقص زمن تأجيل كتبت P يساوي الصفة زمن تأجيل هنا حيكون أن يساوي الصفة الثانية لو كتبت المقاومة هنا R وش نقول لن نديره نقول لنحده أقل قيمة زمن تأجيل إذن P وش وظيفتها تعديل زمن تأجيل أو الضبط زمن تأجيل C وش وظيفتها الشحن أو التفريغ ثنائي زينة جنع وش وظيفتها تحديد توتر مرجعي للمقارن تماثلي وتوتر مرجع هنا وش يساوي 5.1 فولت قادر ليعطى توتر مرجعي يكون بثنائي زينة ولا قادر يكون بجسل مقاومة ثابتة AOP هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن تماثلي وش وظيفته مقارنة الجهد المرجعي VZ والجهد المتغيسي وتحكم في حالة المقحل إذا كان VSTORT للمقارن يساوي 0 فولت مقحل يكون مانع قاطعة مفتوحة إذا كان VSTORT للمقارن يساوي VCC مقحل يكون مشبه قاطعة مغلق A4 وظيفته حماية قاعدة المقحل TR والإجابة داقش هو وظيفته تحديد التيار التشبه للمقحل لأن هذا التركيب لأن هذا المقحل يعمل في حالة التبديل المقحل TR يعمل في حالة التبديل يكون قاطعة مغلقة ولا قاطعة مفتحة وظيفته تحكم في تغذية وشعة مراحل كهروميغناطيسي ووشعة مع الملمس مراحل كهروميغناطيسي وظيفة عزل دارة التحكم على دارة الإستعالة ستكون مربوطة بهذا الملمس الملمس يكون في دارة الاستطاعة والوشعة ديمة تكون في دارة التحكم هنا يجمع لك نخليه التركيب بهذا الشكل مقحل هذا وش يصاله يتلف لماذا؟ بسبب تيارات المخزنة الداخل الوشعة بأن نحل له مشكلة نرسمه العجلة الحرة وش هي عبارة ديود استقطاب عكسي على توازي وهنا يحلنا المشكل لو كان يزيد لك ملمس على التوازي مع المكثفة إذا هنا وش وظيفته إصناه وظيفته تفرغ آنيا للمكثفة وهنا جماعة كملنا مثال اثنين ونروحوا المثال الأخير بنفس الطريقة قادة تجيك أسئلة يقول لك أحسب P أحسب R واحد أحسب C قبل ما تحسبش لازم تكون عندك لازم تكون عندك استراتيجية إذن استراتيجية أول حاجة معرفة الدور التركيب إذن بما أنه عندي ملمس تسمى T وعند المكثفة إذا تركيب هذا هو تأجيل إذا هذا هو مؤجلة تماثلة باستخدام خالية C بالضبط إنجاز مقارن تماثل هنا كملت خطوة الأولى خطوة الثانية استخرج عبارة تركيب إذا هنا T إذا سمالي T نكتب T إذا سمالي T2 نكتب T ماذا تساوي تساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن كيف نحسبها هي هي اتبع مسارتي من VCC إلى مكثفة C كل في ماذا الكل في سعة المكثفة الكل في إعلان VCC اللي هو التوتر التغذية على توتر التغذية ناقص توتر المرجع من بعد أجمعها بل نخرج عبارة التأجيل رح نجزدوها إذا زي ما تجي ماذا يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن نجيب قلم هذا الشكل نبدأ نرس ما نرس ما حتى نوصل المكثفة C إذا P والA R واحد مربوطتين على تساس المقاومة المكافأة ماذا تساوي P زين R واحد هذه مقاومة الشحن الكل في ماذا في سعة المكاثفة سمها لي سي نكتب سي سمها لي سي ثنين نكتب سي ثنين الكل في ماذا في آلان توتر التغذية سمها لي VCC على VCC ناقص توتر المرجعي توتر المرجع هو V ناقص كما كما تلاحظوا هو V ناقص وV ناقص نجمع هذا كيف نحسبه . هذا التوتر. نحسبه قاسم التوتر . إذا قاسم التوتر. Pernax ماذا يعبر عليه؟ عبر عليه . كيف عرفتح؟ يجب هذه النقطة اود الصمخوت حتى توصل 지난 بعد. هذا الخط الاخضر مر عبرهarmarmarmarmarmarmarm . إذن مقاومة معانية ؟ فلاذا معنت؟ فلاذا يعبر visão؟ فلاذا قام بهذاseason0 3 معỏ表ه . و هذا التوتر كيف نحسبه ؟ قاسم التوتر . قاسم توتر مقاومة المعنية الم diplomas لأليها اللون الأخضر اللي هي مقاومتين على التسلسون معناتها R3 Z A4. الكل على ماذا؟ على هذا الجزر الكامل اللي في مقاومة على التسلسون. يعني وش معناتها؟ R3 Z A4 Z A2. كل في ماذا؟ في التوتر والتغذية وبعدها احسب. سيجمعها. يعطيك قيمة عوض مباشرة. ولا قد يعطيك مبدلة بعضها. ما يقول لك R2 و R3 A4 متساويين. وحسب في هذه الحالة يقول لي عنا اختزال وحسب مباشرة. من بعد اجمعها كملنا خطوة اثنين. نرحو خطوة لها. استخرج عبارة المجهول. من بعدها عبارة مجهول قاد يقول لك احسب بي خرجها واحدها ولا R1 ولا C. واخر حاجة اجمعها وش هي تطبيق عددي. ونعاوضه بالوحدات الدولية وهنا كملنا المثال على رقم ثلاثة. اخر حاجة اجمعها وش هي قاد يجيكم سؤال يعطيكم مخططة زمنية. وش يطلب منكم؟ يقول لك اكمل رسم مخطط التوتر بين طرفي المكثفة. ومخطط تع المقارن. في هذه الحالة كيف نخدمه؟ ركز جمعي منه. اسئلة بسيطة جدا من فيها حتى اشكالية. اذا اول حاجة تكتب هنا جهد المرجعي. وهنا جهد المكثفة في حالة ابتداء وش يسوي 0 فولت. وهنا في سورتي يسوي 0 فولت. لماذا؟ لانه كيعد الملمس مفتوح مكثفة وش يسوي 0 فولت. ما كون اكبر؟ 5.1 ولا 0 فولت. تلاحظوا في حالة 5.1 هي اكبر. فهي لا يقضي. صحة على قطب العكس. يحصل AcaqbZ 5 كيعد الممكن ان تصبح V6 وش يسوي 0 فولت. وما احنا في مقارن ما يخرج منها. مثل V6 يسوي 0 فولت. وماذا يخرج V6 يحصل AcaqbZ. وماذا يخرج V7 يحصل AcaqbZ. وماذا يخرج AcaqbZ. كما كنت تلاحظوا حالة ابتدائية 5.1 كيعد الممكن ان تصبح V7 وش يسوي 0 فولت. إذا ما تقولون في هذه الحالة؟ كيعد X11 ملمس مفتوح صفر المكثفة تبقى ديما تسوي 0V مستحيل أنه تشحن لأنه ملمس مفتوح و V صورتي ديما يسوي 0V لأنه V ناقص أكبر V زي من بعدها كيعد X11 يسوي واحد منطقة وش يصبح هذا الملمس؟ يتغلق كي يتغلق هذا الملمس شوفوا كيف هي يمشي هنا المكثفة تبدأ تشحن إذا المكثفة تبدأ تشحن بهذا الشكل من النقطة هذه 1V 2V 3V 4V 5V وشكل تلاحظوا دالة أسية متزايدة إذا هنا مكثنة شموها بهذا الشكل دالة أسية وتلاحظوا بأن الجهد المكثفة مزال موصل لجهد المرجعي إذا 5.1V أكبر من 5V معتها V ناقص أكبر من V زي إذا هنا V صورتي يقديم يسوي 0V إذا وقتها يتغيير V صورتي والإي سي و V سي تركزهم عمله لما جهد المكثفة يصل إلى جهد المرجعي لما جهد المكثفة يصل إلى جهد المرجعي هنا سوف يتبدأ V صورتي ويصبح يسوي V صورتي إذا هنا V صورتي تسوي 12V هنا سوف تسوي VCC إذا هنا ما نقول هذا القيمة تسوي تسوي 12V و لا تسوي VCC في هذا التركيب الجمع لن يجب أن نخرج إلى أمور الأساسية نقطة هذه لما X حدى تسوي منطقة ماذا نسميها إذن بالشحن المكثفة وما أدق ماذا هي إذن بالتأجيل إذا هنا ما نكتب إذن بالتأجيل وآخر نقطة لما تصل جهد المكثفة إلى جهد المرجعي نسميها نهاية زمن التأجيل والمجال موجود بين إذن بالتأجيل نهاية التأجيل نسميه الزمن التأجيل هذا اللي رأنا نحسبوه فيه. وهنا يا جماعة زيناء كملنا مؤجلة تماثولية باستخدام خالية ارسي بالضبط باستخدام مقارن تماثولي. وهنا جماعة كملنا حصة رقم تسعتاش وبقاتنا غير حصة رقم عشرين نحن نكمل مؤجلات تماثولية وفي حصة عشر نحن ندرس مؤجلة تماثولية باستخدام ثنائي زيناء والمقحة الام بيان. وهنا جماعة وصلنا لنهاية الحصة وما بقى عليم قوة كمل رئيس. سلام